السلام عليكم يعطيكم العافية طالبات الصف التاسع الحصة الماضية أخذنا درس بعنوان جيب الزاوية الحادة حكينا أنه الجيب هي عبارة عن نسبة مثلثية وتساوي النسبة بين الضلع المقابل للزاوية إلى الوتر والزاوية الحادة يا تاسع أكبر من صفر وأقل من 90 درجة يعني أنت بالصف التاسع حتاخد الزوايا اللي أكبر من صفر وأقل من 90 درجة أما بالصف العاشر حتاخد زوايا أكتر من هيك طيب يا تاسع تعالوا ناخد هذا المثلات عندي مثلات قائمة الزاوية الزاوية 30 الزاوية 60 معطيني طول الضلع اللي بيقابل الزاوية 35 سانتي ومعطيني الوتر 10 سانتي طالب مني جيب 30 يلا إحنا حكينا أنه جيب الزاوية شو يساوي المقابل على الوتر كم المقابل 5 سانتي كم الوتر 10 سانتي سانتي إذن 5 على 10 وتساوي نص إذن 5 من 10 صح الكلام؟ طيب لو إجينا نستخدم الآلة الحاسبة ونشوف هل جيب الزاوية 30 يساوي نص إحنا حكينا أنه هاي نسب عالمية ثابتة صح؟ طيب بدنا نشوف هذا الكلام هل جيب الزاوية 30 فعليا يساوي نص؟ يلا جهزيلي آلتك الحاسبة لازم تكون آلة علمية هاي آلة حاسبة ماذ؟ يلا حكينا جيب يعني ساين هاي الساين تمام؟ هاي طلع لك فوق ساين حطي هلأ 30 شو أعطانا؟ نص تمام؟ إذن رح أكتب يا تاسع عند جيب الثلاثين يساوي 5 من 10 يعني نص وهاي الزاوية زاوية مرجعية بالنسبة إلي في زاوية مرجعية بالنسبة إليك لازم تكوني حفظيتها ولازم تحفظيها الزاوية 30 و 60 و 45 رح نحفظ كل النسب المثلثية لأنهم لأنهم زاوية مرجعية بالنسبة إلينا الزاوية 30 إذن جيبها يساوي نص طيب بدنا نشوف هلأ جيب الزاوية 60 طيب تاسع نكمل جيب الزاوية 60 يساوي المقابل على الوتر هلأ المقابل مجهول منقدر نطلعه على فيثة غورس لأنه الوتر معلوم عندي وهذا الضلع معلوم الثاني تربيع إذن 100 تربيع تساوي هذا الضلع مجهول تربيع زائد 25 اطرحي 100 تربيع ناقص 25 بتعطيني 75 بناخد جذر للطرفين إذن هذا الضلع هيطلع معي جذر 75 يلا هلأ جيب 60 يساوي جذر 75 على 10 طيب جذر 75 على 10 بدي أشوف على الآلة الحسبة كم بتساوي هاي بدي أشوف جذر 75 جذر 75 يساوي تمام هايو جذر 75 تقسيم 10 قداش أعطاني 86 بالمئة رح أخد فقط منزلتين 86 بالمئة طب أنا ما رح أحكي جذر الستين أحفظها 86 بالمئة لا أمس رح أخدها جذر الثلاثة على الثنين هلأ جذر الثلاثة على الثنين هتعطيني نفس القيمة إذن لما أشوف أنا زاوية ستين رح أستغني عن جيب الستين بالقيمة جذر الثلاثة على الثنين يلا تعالوا نشوف جذر الثلاثة يساوي تقسيم الثنين هايها أعطتني نفس القيمة إذن رح أكتب عن جذر الستين جذر الثلاثة على الثنين تعالوا نشوف يلا ساين يعني جتا الستين قداش أعطانا هايها 86 بالمئة تقريبا وإحنا حكينا رح نستعمل القيمة جذر الثلاثة على الثلاثة على الثلاثة لأنها بتكافئها تمام أسهل لي لما أنا بدي أجري بعض العمليات الحسابية طيب هلأ بدنا نشوف جيب للزاوية 45 قداش أعطانا تقريبا 70 بالمئة بس كمان يا تاسع ما رح أخدها 70 بالمئة شوفوا شو رح أخدها رح أخدها واحد على جذر الاثنين طب هل واحد على جذر الاثنين تساوي نفس قيمة الجيب لما طلعناها قبل شوي للزاوية 45 نعم هاي تطلع واحد تقسيم جذر الاثنين تساوي نفس القيمة اللي طلعت معانا قبل شوي إذن يا تاسع جيب الزاوية 30 بدك تحفظيها نص أو 5 من 10 جيب الزاوية 60 جذر الثلاثة على الاثنين وجيب الزاوية 45 واحد على جذر الاثنين جيب الزاوية 50 دوارة 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 50 دو